الرئيس سيسي يبحث تطورات مشروع استصلاح المليون فدان مع وزراء الزراعة والإسكان والري خلال افتتاحه معرضة ومؤتمر كايرو آي سي تي 2014 محلب يؤكد ضرورة إنشاء منطقة تكنولوجية بكل محافظة لمواجهة الفساد تواصل غارات التحالف الدولية على مواقع تنظيم داعش في عين العرب السورية وقوات البشمركة تكثف من قصفها على مواقع التنظيم بالمدينة السيدات وسادة تحية لحضرتكم يوم الثامنة مساء في القاهرة نشرة إخبارية مفصلة البداية فيها مع شأن المحلي والزميلة دين أبو الفتوح تفضل شكرا لك فوزي مرحبا بخضرتكم وقض الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مصطفى مدبولي والموارد المائية والرأي حسام مغازي والزراع وستصلاح الأراضي عادل البلتاج وناقش الاجتماع سبل تحقيق التنمية الشاملة لمشروع استصلاح المليون فدان وذلك في إطار خطة الدولة للتنمية الزراعية حيث تم استعراض أقامة مجتمعات متكاملة في مناطق مختلفة التي سيتم استصلاحها كما ناقش الاجتماع التصور بالنسبة لعملية حفر الأبار في مناطق الاستصلاح استعرض كذلك عدد من المشروعات القومية الكبرى وقد وجه الرئيس بإلاء أهمية قصوى لهذه المشروعات أكد القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدق صبحي أن القوات المسلحة كانت وستظل عند حسن ظن الشعب بها قوية وقادرة على حماية الأمن القومي المصري والتصدي لكل من تسوي له نفسه المساسة بمقدرات ومكتسبات الشعب المصري جاء ذلك خلال حضور وزير الدفاع المرحلة الرئيسة للمشروع التكتيكي بالرماية بالذخيرة الحية لإحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية وذلك في إطار المناورة الاستراتيجية بدر 2014 حيث أكد وزير الدفاع أن القوات المسلحة ستمضي بكل قوة وعزم في استعادة الأمن والاستقرار في سيناء واقتلع جذور التطرف والإرهاب وتصدي للعناصر التكفيرية التي تسعى إلى هجم الوطن واستقراره للمزيد من المتابعة ينضم علينا عبر الهاتف من العريش مصطفى عبد الفتاح مراسل النيل مصطفى تحياتي أولا أبرز ما لديك عن تطورات الحالة الأمنية يعني بالنسبة للحالة الأمنية هنا في محافظة شمال سيناء وتحديدا في مدن العريش والشيخ زويد ورفح ما زالت القوات المسلحة تقوم بعمليات المدهمة والتمشيط للبحث والقبض على العناصر الإجرامية الموجودة بهذه المنطقة هذا فيما يطبق حظر التجوال الذي يبدأ في تمام الساعة الخامسة وحتى تمام الساعة السابعة من الصباح اليوم التالي في المنطقة الواقعة للحظر وهي من ضرب مدينة العريش وحتى شرق رفح المدينة الحدودية حظر التجوال يطبق بمتحة الدقة والحزم من قبل القوات المسلحة كما أن هناك أيضا التزام تام من جميع سكان المدن الثلاث لقرارات القوات المسلحة والقوات الأمنية الموجودة في هذه المنطقة وهناك تعاون من الأهالي للقوات الموجودة بالنسبة لعملية نقل السكان من المنطقة الحدودية وتحديدا في الشريط الحدودي ما زالت العمليات تجرى على قدم الوصاق القوات المسلحة تقوم حتى الآن بإخلاء المنازل المعاوضة من قبل السكان وذلك بعد قرار اللجنة الفنية من المحافظة التي تقوم بتقدير وحفر المنازل وعمل تقدير مناسب للتعاوضات اللازمة وبعد ذلك تقوم القوات بحب هدم هذه المنازل هناك عددات كبيرة من الأهالي السلام وبالفعل الشيكات التعاوضية وإن كانت هناك بعض التعليقات والملاحظات لدى سكان منطقة رفح كعددات الكهرباء الموجودة في هذه المنطقة ونقل هذه العددات إلى أماكن أخرى وبعد ذلك قررت اللجنة الفنية الموجودة تجنما للمشاكل التي قدمت من الأهالي بتعويض أصحاب المنازل عن قيمة العداد حتى يتسنى لهم التقديم على عددات أخرى في المناطق التي سيسكن فيها خلف المنطقة الحدودية فيما عدا ذلك فهناك بالإضافة أيضا إلى العمليات التي تقوم بها أخوات المسلحة من الضبط واكتشاف وتدمير مجموعة من العنفق كان أخرها اليوم اكتشاف نفقين جديدين بمنطقة الشريط الحدودي قامت أخوات المسلحة بتدميرهما تماما أشكرك من العريش مراسل النيل الزميل مصطفى عبد الفتاح شكرا جزيلا وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف اللواء الدكتور طلعت مصطفى المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية سيادة اللواء بعد التحية لحضرتك كيف ترى سير المناورة بدر 2014 أهلا وسهلا نسمح لي بس أضعها الاسم اللواء الدكتور طلعت موسى وليس طلعت موسى طلعت طلعت موسى عفوا يا سيدي عفوا سيدي عفوا عفوا هذه المناورة الاستراتيجية التي حضرها الخائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية هي تمثل أعلى مستويات التدريب القتالي في القوات المسلحة ويتوجه رسالتين رسالة للداخل ورسالة للخارج أما الرسالة التي للداخل فهي مهنان شعب مصر على قواتهم المسلحة وأن القوات المسلحة بالرغم مما تقوم به من مهام حماية الجبهة الداخلية في إطار الأمن الوطني المصري وهو قضاء على الإرهاب في سيناء وفي باقي محافظات الجمهورية والقيام بتأمين الأهداف الحيوية وحمايتها الأهداف الحيوية في الدولة اللي إنها لم تنسى واجبها الرئيسي وهو حماية حدود دولة ضد التهديدات الخارجية ومن هنا كانت هذه المنورة الكبيرة الاستراتيجية بدر 2014 بيتشترك فيها القوات الجوية والبحرية والقوات الدفاع الجوي والقوات الأرضية على جميع الجبهات بيشترك فيها هيئات وإدرات القوات المسلحة الجيش الثاني والجيش الثالث وقيادات المناطق العسكرية وبيتنفس فيها أعلى وأرقى مستوى من التدريب خلاصة التدريب من العام التدريب اللي فات علاوة على خلاصة التدريب مع التشكيلات والوحدات في الجيوش الأجنبية أيضا مهارات اللي اكتسبتها من التدريب مع الجيوش الأجنبية زي المنورة تبوك ثلاثة مع القوات السعودية المنورة زايد واحد وخليفة واحد مع قوات الإمارات المنورة مع القوات الفرنسية في المياه الفرنسية أيضا كل دي مهارات مكتسبة اجتمعت مع التدريب الخاص في القوات المسلحة المصرية وبينفزوا هذه المنورة سيادة اللواء يعني حضرتك سيادة اللواء طلعت موسى حضرتك عايز تقول بأن هناك رسائل كثيرة بيرد توجيهها من خلال هذه المنورة السؤال اللي بيطرح نفسه على الأرض كيف يمكن أن تسهم مثل هذه المنورات يعني في الواقع في تصدي الأعمال الإرهابية التي نشهدها الآن طبعا هذه المنورات بتوجه إنذار باعتبار أن المعركة الموضوع المنورة نفسه ينقسم لمرحلتين المرحلة اسمها الفتح الاستراتيجي وهو تحرك القوات إلى المناطق على الجابهات الاستراتيجية للدولة لتنفيذ مهمها من المناطق اللي حتنفذ فيها المهام المرحلة الثانية إدارة معركة رفاعية عن حدود الدولة حدود الدولة ضد أي وهذه المعركة ما تمت النهاردة أحد صورها من الإضرار الجوي والإضرار البحري والإسقاط بالمظامات والمفارز الميكانيكية والمشاة الميكانيكية وإلى آخر مقوات الجوية بكل الكلام ده بحيث تحيل هذه المنورة تحيل حدود مصر الجغرافية وسورح المصر إلى حائط منيع قوي ضد أي تهديدات وتحديات خارجية وأعمال تسلل الإرهابية اللي بتيجي من جميع الاتجاهات الاستراتيجية هذا إنظار لهم والضربات الاستباقية واللي بتقوم بها القوات المسلحة في هذا الوقت الحالي وإعلان تنظيم المقدس اليوم أنها تنضم إلى داعش هو خير دليل على نجاح القوات المسلحة المصرية في إبادة بيت المقدس من سيناء وفروا كالجرزان في جبال سيناء وبيطلبوا دلوقتي دليل معنى كبير قوي هذا المعنى أن جماعة بيت المقدس بدأت تنحل وتندثر وبتطلب حماية وتستغل بمن هو أقوى منها من يقوم بعمليات التخطيط ويرعاهم وهو داعش في نظارهم نعم الصورة تضحت لنا الآن كنت معنا عبر الهاتف سيدة الوقت دكتور طلعت موسى المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية شكرا جزيلا على هذه المتابعة من حضرتك شدد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب على ضرورة إنشاء منطقة تكنولوجية بكل محافظة أضافة إلى تحسين منظومة مراكز المعلومات في القرى والنجوع في إطار مواجهة الفساد محلب أكد أيضا خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ومعرض كايرو آي سي تسي 2014 على أن حكومته قدمت خدمات عديدة للمواطن اعتمادا على التكنولوجيا مثل منظومة الخبز والتموين إطار الاتصالات سيتم الاعتماد عليه لإنجاح المشروعات الكبرى وعلى رأسها قناة السويس ولذا سنسرع بالرخصة الموحدة لتصبح حقيقة وعلينا رفع مستوى تقديم الخدمات من حيث سرعة الإنترنت وكفاءة شبكات الاتصالات بهذه الكلمات أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب على أهمية دور الاتصالات في التنمية وذلك خلال افتتاحه فاعليات الدورة الثامنة عشر لمعرض القاهرة آي سي تي 2014 والتي تعقد هذا العام تحت شعار في قلب المستقبل قطاع الاتصالات سيكون في المقدمة لإنجاح المشروعات الكبيرة وخاصة على مشروع قناة السويس وتنمية منطقة قناة السويس التحديات كثيرة الواقع أيضا يجب فعلا أن نحن نوجهه بصراحة وأن نحن فعلا نسرع بشبكة الرمع الرخصة الموحدة تصبح حقيقة يشارك في المعرض أكثر من 500 شركة عالمية ومحلية علاوة على مشاركة شركة عالمية لأول مرة في المعرض وتم اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة ضيف شرف دورة هذا العام تكريما لموقفها الدعم لمصر بالإضافة إلى دورها الهام في المنطقة وتقدمها تكنولوجيا ملموس ما زلنا إحنا الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا في تصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهو الذي يعتمد بالأساس على طاقات شبابنا الواعد وفي نفس الوقت يعتمد على أسس نجاح استطعنا أن نتوصل إلى هذه الأسس بالخبرات المكتسبة في خلال السنوات السابقة ومع تركيز على الإبداع وريادة الأعمال محلب شهد أثناء المعرض مراسم توقيع مذاكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات ووزارة البحث العلمي وجامعة القاهرة وجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وذلك لإنشاء مجمع التمييز للابتكار وريادة الأعمال وصناعات الإلكترونية في المنطقة الإثمارية التكنولوجية بالمعادي منذر أبو دوح النيل أكد الفريق مهمميش رئيس هيئة قناة سويس أن الكركات الخاصة بتحالف التحدي بدأت في الوصول لتأدية مهام عمليها طبقا للجدول المحدد لها فضلا عن عمل كركات هيئة قناة سويس وأضف ماميش أن القطاع الأوسط بقناة سويس الجديدة الخاصة بتحالف التحدي ستعمل به 22 كركة وفي القطاع الجنوبي 8 كركات ووجه ماميش الشكر لجهود القوات المسلحة بعد أن وصلوا في عمليات الحفر إلى ما يقرب من 90 مليون كيلومتر وأشار إلى أنه هناك نمو دائم في عائدات قناة السويس بفضل إخلاص جميع العاملين بالهيئة العامة لقناة السويس وعملات التأمين التي تقوم بها القوات المسلحة والأمن الداخلي الذي يؤمن القناة بحرا وجوا استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية رئيس وفد مصر إلى أعمال جلسات المراجعة الدورية شاملة لحقوق الإنسان المنعقد بمقر الأمم المتحدة في جينيف استعرض آخر المستجدات في ملف مصر مبعثات دول عدم الانحياد والبعثات التبلوماسية العربية وقد أشادت الوفود بما تشهده مصر من تطور إيجابي في ملف حقوق الإنسان ودور مصر المحوري في هذا المجال بحسب بيان صادر عن وزارة العدالة الانتقالية وسيلقي وزير العدالة الانتقالية كلمة مصر في جلسة تفاعلية يعقدها مجلس حقوق الإنسان صباح غد وسوف يستعرض المستشار إبراهيم هنيدي ملفا شاملا أعدته الوزارة عن الجهود التي تمذلها الحكومة في تنفيذ عهداتها الدولية إضافة إلى عرض أهم المبادرات التي تعتزم القيام بها خلال الفترة المقبلة من إصلاح تشريعي ومؤسسي للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من جينيف الأستاذ حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومية لحقوق الإنسان أستاذ حافظ تحياتي أولا استعداداتكم لجلسة الغد وأروقة الاجتماعات في جينيف أستاذ خير وبحيات الحضرتك أشكرا بالأمس كان فيه استماعين طبعا مهمين للوافد الحكومي الراخلي مع مجموعة العربية والمجموعة عدد من الحياز وكانت ردودة إيجابية من الدول الأعضاء ويعني في حقيقة فيه تعاون كبير بينهم وبين الرقم المصرية يعني عاكس ده على توصياتهم غدا لكن متوقع أيضا ناقض من بعض النفوذ الأوروبية لبعض النقاط ولكن أعتقد أن وزارة عدد الانتقالية هتقدر تضغط على هذا الكلام لسيما أنها تعتمد على دستور مهم تبنى قضايا حقوق الإنسان بشكل جيد على مستوى المجلس القوم من حقوق الإنسان مش نعملنا مؤتمر صحفي النهاردة صباحا صرحنا فيه التأرير اللي المجلس أعدوا والنقاط اللي احنا ننتوي أن نعمل فيها مع الحكومة بشكل فعال لتعديل التشتعات والقوانين كي تتفق مع الدستور المصري اللي هو يعتبر أهم الوصائف القديمة في مصر في مجال احترام حقوق الإنسان ثم تحدثنا أيضا على التحديات اللي بيواجهها المجتمع المصري والدولة المصرية اللي هو الإرهاب وكان المقابلة أو الموضوع الرئيسي هو كيف ونحن نحارب الإرهاب هو واجب على الدولة المصرية أن نحرم أيضا حقوق الإنسان ولا يكون هناك أي انتهاكات للحقوق الإنسان وأيضا عقدنا ندوء على هامش اجتماع المجلس ويتحدث فيه عدد من المتحدثين أنا والدكتورة مونزو الفقار والأستاذ الوزير الأسبق محمد الهرابي والأستاذ كمال الهلباوي وعدد من الشخصيات ويتحدثنا أيضا على الاستاذات التي على سولة المصرية أن تنجزها ودورنا فيه متابعة التوصيات اللي المحقوق مصرية ستطع لانتزامها بيها لكي ننفذ بجلء يعني أن نكون بعمل سجلء جيد في مجال حول إنسان لا سيما وإنه الحقوم مصرية عدد الملف بشكل جيد وزارة الخارجية أيضا اشتغل بشكل جيد السيد الكثير هنا يعني روشان بادر وكثير المطر في جينيف والمجموعة بتشرفك الكثير والفريقاء مع الوفود الرسمية من أجل أن يتم الاعتصار فيه الدكتور يعني بما انجزته الحكومة وما تنوي أن تقوم بيه في المرحلة قالت أشكرا جدا من جينيف الأستاذ حافظ أبو سعد عضو المجلس القومية لحقوق الإنسان كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا ما زلنا تواصل مع حضراتكم حيث أعلنت اللجنة العليا للفيروسات الكابدية بدء المرحلة الثادية من علاج مرض فيروسي منتصف نوفمبر الجاري اللجنة أيضا نفت ما تردد من إشاعات حول فعالية عقار سوفالدي مشيرة إلى أنه تم اختباره في عدة أماكن كالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي مرحلة جديدة لعلاج مرض فيروسي اللجنة العليا للفيروسات الكابدية أعلنت عن بدء المرحلة الثانية للعلاج في سمانية مراكز جديدة بعدد من المحافظات منتصف نوفمبر الجاري نافية ما تردد من إشاعات حول فعالية العقار تم عمل الدراسات اللازمة وإقراره سواء بالخارج أو بالداخل يعني اتعمل دراسات لازمة على هذا الدواء بالخارج وتسجل في أمريكا وفي الاتحاد الأوروبي وتعمل برضو دراسة على المرضى المصريين بالداخل وثبت فعالية هذا العقار بنسبة أكتر من 90% بعد أربع أسابيع من العلاج بنبتدي نعمل تحليل تقييم للوربي سي آر تحليل تقييم لنسبة الاستجابة وده لسه لم يتحقق لأن أول مريض صرف كان 16 أكتوبر أثار الجانبية الموجودة هي الأثار الجانبية المتعارف عليها والشائعة اللي هي في شكل سخونية صداع ألام وهن دي من الأعراض الجانبية المعروفة والمعلومة والمرصودة لنا المرضى أنفسهم أشهدوا بالإجراءات المتبعة من قبل لجنة الفيروسات الكابدية مطالبين الدولة بتسريع إجراءات العلاج وتحمل تكاليف الآشعة والتحاليل المطلوبة للحصول على العلاج سامع أن نقول السفلوت ده يعني بقول النسبة يعني نسبة الشفاء منه حوالي 95% فده شيء طيب لأن للأسف أنا مرحلة ربعة تلايف أو مرحلة ربعة فمش عارف بصراحة بالنسبة لهم هل هيتابعوا معي ولا ممكن يقولوا لي لا هنا ما ينفعش فأنا جاية لسه مش عارف حاجة بصراحة أنا عم بعمل تحاليل أخذ بالك وعملت القرار وخلصت القرار وعملت أشاعة الأشاعة صوية ملياتي ولسه بردو لحد الوقت لسه بردو نقعد من سنة النجدة بتحتي يوم أربعة الشخ سمحت أنه هو كويس هيمية يعني يقدع على الفيروس بتاع سي إن شاء الرحمن يعني وكله بأمر الله كانت وزارة الصحة قد بدأت المرحلة الأولى من العلاج في سمانية مراكز منتصف شهر أكتوبر الماضي يضاف إليها عشرة مراكز أخرى الشهر القادم ليكتمل صرف العقار سوفالدي بستة وعشرين مركزا للمرضى المنطبق عليهم شروط العلاج أشرف إبراهيم النيل تجددت الاشتباكات بين تنظيم داعش الإرهابي والفصائل الكردية غرب عين العرب المعروفة باسم كوباني بينما شنت عناصر قوات البشمرج الكردية والذين دخلوا المدينة شنوا قصفا مكثفا ضد مواقع التنظيم في غضون ذلك شنت قوات التحالف الدولي ضد داعش أربع عشرة غارة جوية خلال ثمانية وأربعين ساعة الماضية على مواقع التنظيم في عين العرب بينما دع وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إلى توسيع نطاق الدربات على داعش لتشمل مدينة حلب السورية أيضا على جبهة الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي في سوريا تجددت الاشتباكات بين إرهابيي التنظيم والمقاتلين الأكراد الذين يدافعون عن مدينة عين العرب السورية المعروفة كرديا باسم كوباني الاشتباكات المستمرة في المدينة المحاصرة منذ نحو خمسين يوما تركزت في منطقة تل شعير حيث تنتشر قوات البشمرك العراقية التي تدعم المقاتلين الأكراد في حربهم ضد داعش في مدينة عين العرب ومنذ مطلع قوات من البشمرك العراقية صفوف الأكراد المقاتلين في عين العرب ضد تنظيم داعش وانضم مائة وخمسون مقاتلا من البشمرك بجانب عشرات المقاتلين من الجيش السوري الحر إلى القتال في المدينة بعدما سمحت لهم تركيا بالعبور من أراضيها إلى المدينة السورية وقد أكد وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي خلال زيارته إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق أن بغداد ستزود قوات البشمرك بالسلاح لمواجهة تنظيم داعش الذي يسيطر على مساحات واسعة في كل من العراق وسوريا في غضون ذلك تواصلت الغارات الجوية التي يشنها التحالف الدولي ضد داعش على المناطق الخاضعة للتنظيم الإرهابي في عين العرب ومحيطها ودمرت طائرات التحالف الدولي آليات تابعة للتنظيم كانت في طريقها إلى المدينة الكردية في السياق ذاته دعا وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس التحالف الدولي ضد تنظيم داعش إلى تركيز جهوده على مدينة حلب السورية بعد إنقاذ عين العرب من قبدة التنظيم الإرهابي وتمثل مدينة عين العرب السورية أهمية استراتيجية كبيرة لتنظيم داعش حيث تتيح له حال إحكام سيطرته عليه التحكم بشريط حدودي طويل وواسع محاذ لتركيا مما يمكنه من استقدام مقاتلين أجانب إلى جبهة الحرب الدائرة في سوريا هذا وقد أعلن مسلح تنظيم داعش الإرهابي في سوريا سيطرتهم على حقل للغاز في محافظة حمص بوسط البلاد بعد معارك مع القوات الحكومية يعد هذا الحقل هو ثاني حقل للغاز يقع في قبضتهم خلال أسبوع كان تنظيم داعش الإرهابي قد أعلن في أكتوبر الماضي سيطرته على حقل شاعر للغاز شرق حمص فيما أصبحت المواقع المحيطة أيضا جزءا من الأراضي التي استولى عليها هذا التنظيم أحيى مئات الألف من الشيعة ذكرى عشراء في مدينة كربلاء جنوب العراق وضاحية بيروت الجنوبية وسط تدابير أمنية مشددة وعلى جانب آخر ارتفع عدد قتل عشيرة البنامر السنية على يد تنظيم داعش إلى خمسمائة وعشرين شخصا في الخمسة أيام الماضية وحملت العشيرة الحكومة العراقية تم مسؤولية المجازر بحق أبنائها كعادتهم في مثل هذا الوقت من كل عام تقاطر ملايين الزائرين صوب مدينة كربلاء سيرا على الأقدم لإحياء زيارة عشوراء ذكرى استشهاد الإمام الحسين وآل بيته في واقعة الطفة الزيارة هذا العام تم تأمينها بشكل كامل بمشاركة الآلاف من عناصر الأمن العراقي طبعا هذه المراسيم هي موجودة منذ الأزل يعني مو اليوم والبارحة هذه المراسيم هي إحياء استشهاد أبي عبد الله الحسين وخير بالفضل وإحياء معركة الطفة وإحياء الإنسانية بأكمله نقيم المعادب والمجالس لأنه هذه مناسبة عظيمة جدا بالنسبة للمسلمين ونحن نقيم وجوات طعام ثلاث وجوات يومية وفي الوقت الذي انشغل فيه الآلاف من عناصر الأمن في تأمين زيارة عاشوراء لم يقفل آخرون المعركة ضد داعش خصوصا في محافظة الأنبار التي انطلقت فيها عملية تحرير مدينة هيت وطرد عناصر التنظيم من القضاء سيما في عملية التأريد لضحايا عشرة البونمر والذين أعدم منهم حتى الساعة أكثر من خمسمائة وعشرين شخصا رميا بالرصاص على يد مسلح داعش نحن نحيي هذه العشار ووثبتها وموقفها وقد وقفوا وطردوا لحد الآن لم يسمحوا باحتلال مركز رمادي مما يذلل على أن هؤلاء يعرفون أن داعش يريد شرا بهم كما يريد شرا بالآخرين جبهة معارك محافظة صلاح الدين سجلت هي الأخرى فقدان داعش قضاء بيجي ووصول الجيش العراقي لأول مرة منذ ستة أشهر إلى مشارف مدينة الموصل أكبر معاقل التنظيم المسلح إحياء ذكرى عاشورة لم يعد مجرد مناسبة دينية لدى الكثيرين هنا وإنما تحدي للإرهاب الذي يمثله داعش وبقية الجماعات المتطرفة من بغداد حيدر الأسدي قناة النيل للأخبار بأن راما النيل تتواصل مع حضرتكم مشاهدين وفيها ولكن بعد قليل انتلاقوا فعاليات الموسم الثقافي المصري الصيني بندوة في جماعة حلوات وتتابعونا أيضا انتخابات التجديد النصفية للكونغرس الأمريكي واستطلاعات الرأي ترجح تصويتا عقابيا ضد أوباما اشتركوا في القناة باقونا مع حضرتكم مشاهدين ولكن في مجموعة من الأنباء الاقتصادية بصحبة الأمير داود إليك أمير ومرحبا شكرا لك أهلا بكم مشاهدينا الكرام في وقفتنا الاقتصادية وأبرز ما نتابع فيها شركات مصرية تتفق على استثمار ملياري جنيه في توصيل الغاز الطبيعي لأكثر من مليونين ونصف المليون وحدة سكنية في غضون ثلاثة أعوام أهلا بكم من جديد ونبدأ بالشأن المحلي حيث شهد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس شريف إسماعيل توقيع عقود توصيل الغاز الطبيعي إلى نحو مليونين ونصف المليون وحدة سكنية بمختلف محافظات مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة الاتفاقية تم توقيعها بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاز وشركات توصيل الغاز الطبيعي بتكلفة استثمارية تتجاوز نحو ملياري جنيه وتستهدف الخطة توصيل الغاز الطبيعي خلال الفترة من 2014 إلى 2017 لمحافظات ومناطق جديدة أعلنت شركة بيتش بيتروليان مصر أنها ستدخ نحو 240 مليون دولار لتوسيع أنشطتها الاستكشافية في مصر خلال الفترة المقبلة وأوضحت الشركة أنها فازت بمنطقتين جديدتين للبحث والاستكشاف المنطقة الأولى هي المنطقة الثالثة شمال المطرية غرب مدينة بورسعيد أما المنطقة الثانية فهي كروان البحري وتقع في الجزء الشمالي الشرقي من المياه الاقتصادية المصرية في البحر المتوسط وتعد شركة بي بي من أقدم الشركات العاملة في مجال الاستكشاف والتنقيب عن البترول والغاز في مصر باستثمارات تزيد على 25 مليار دولار أمريكية أكدت مؤسسة البترول الكويتية أنها تعتزم زيادة صادرات النفط الخام لمصر إلى ما بين 90 إلى 100 ألف برميل يوميا من نحو 65 ألفا حاليا وأقال العضو المنتدب لقطاع التسويق العالمي ناصر المطفي أن المسؤولين الكويتيين سيعقدون مفاوضات هذه الأيام مع نظرائهم المصريين لبحث احتياجات القاهرة من المشتقات النفطية مشيرا إلى أن الكويت لديها الاستعداد التام لتزويد مصر بوقود الديزل وصلت البرصة المصرية انتفاعتها القوية للجلسة السادسة على التوالي لدى إغلاق تعاملات ثلاثاء مدعومة بعمليات شراء من قبل المستثمرين الأجانب وحقق رأس المال السوقي لأسهم شركات المقيدة بالبرصة مكاسب قدرها نحو 3.7 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 512.5 مليار جنيه بعد تدولة النشطة بلغت نحو مليار ونصف المليار جنيه أكد الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة والستصلاح الأراضي أنه تم وضع نظام محكم بمختلف المدريات الزراعية بالمحافظات لتوزيع الأسمدة لمنع تسريبها إلى السوق السوداء وقال البلتاجي أنه تقرر صرف حصص الفلاحين من الأسمدة بالكامل لافتا إلى أن وزارته قد رفضت محاولة شركات الإنتاج في زيادة الأسعار بنحو 500 جنيه للطن عن الأسعار الأخيرة لتصل إلى 2500 جنيه بدلا من 2000 جنيه التي تم الاتفاق عليها وكان وزير الزراعة قد قرر حظر نقل وتدول الأسمدة بين المحافظات إلا بتصريح من وزارة الزراعة للسيطرة على تجارة السوق السوداء عقد مجلس الوحدة الاقتصادية اليوم اجتماعا أكد المشاركون فيه على أهمية وجود اتفاقية عربية لتعظيم الاستفادة من المناطق الحرة العربية وخلال الاجتماع المشترك بين اللجنة الفنية واللجنة الاستشارية لآلية تنمية الاستثمار والتجارة في البلاد العربية أكدت اللجنتان على ضرورة التوصل لرؤية واضحة لعمل تلك المناطق ووضع ضوابط لإنتاج السلع بها أهمية وضع ضوابط لمنع إنتاج سلع من مناطق حرة وتصديرها مصحوبة بشهادة منشأ عربية كان من النقاط الرئيسية التي تم بحثها خلال الاجتماع المشترك لللجنة الفنية واللجنة الاستشارية لآلية تنمية الاستثمار والتجارة في البلاد العربية والذي ترأسه الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمد الربيع لا بد أن ننظر بكم سنستفيد وكم سنخسر إذا كانت الاستفادة أكبر من الخسارة فلماذا لا تكون قوانين نمرنا تتعاطى مع تنمية الموارد وتنمية الثقة المستثمرين في قوانين الاستثمار وقوانين المناطق الحرة وقد تم خلال الاجتماع دراسة وضع اتفاقية عربية لتعظيم الاستفادة من المناطق الحرة العربية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينها في ضوء أحكام اتفاقية منطقة اتجارات الحرة العربية الكبرى حوالت نعمل التنسيق ما بين مطارب الاقليمية للدول العربية في التنمية وفي الاستثمار وتحقيق التكامل العربي فيما بينها وبين دورها العالمي من حيث أنها في نفس الوقت تقدر تقوم بدور في إطار الاقتصاد العالمي ككل وتقدم في هذا الإطار كل احتياجاته من شروط المضحة لتنسيق تجارة عالمية وتنسيق تجارة اقليمية في اللقاء نفسه وقد دع المشاركون بالاجتماع إلى أن تقوم الدول العربية إلى جانب تطوير المناطق الحرة بها إلى إنشاء مناطق استثمارية في مختلف المجالات ومناطق اقتصادية ذات طبيعة خاصة لزيادة القدرة التنافسية للسلع والمنتجات العربية توحيد الدول العربية لسياستها تجاه منتجات المناطق الحرة لا يساهم فقط في تسهيل تبادل السلع بل يكفع نحو تطوير المناطق الحرة بالدول العربية بما يسمح بإنتاج سلع عالية الجودة تنافس مثيلتها في الأسواق العالمية من داخل مقر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية نهى إسماعيل أنييل في صنعاء قال البنك المركزي اليمني أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي قد تراجعت إلى 1.3% في أغسطس مقارنة مع الشهر السابق ليصل إجمالي رصيد الاحتياط إلى 5 مليارات و180 مليون دولار وذكر البنك المركزي أن احتياطي النقد الأجنبي بات يغطي من 3 إلى 5 أشهر من واردات البلاد من السلع والخدمات وأرجع المركزي اليمني التراجع إلى استمرار تعرض خطوط أنبيب النفط لهجمات متكررة وتراجع التدفقات النقدية من المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وإيرادات السياحة ختم هذه الوقفة الاقتصادية وعودة من جديد جزء من أعدينا أبو تفتح وفوزي جدل واستكمال البنوراما شكرا لك أمير ومازل أن أتواصل مع حضراتكم وهذه وقفة مع عنوين الأخبار الرئيس السيسي يبحث تطورات مشروع استصلاح البليون فدام مع وزراء الزراعة والإسكاني والري خلال افتتاح معرض ومؤتمر كايرو آي سي تي 2014 محلب يؤكد ضرورة إنشاء منطقة تكنولوجية بكل محافظة لمواجهة الفساد تواصل غارات التحالف الدولية على مواقع تنظيم داعش في عين العرب السورية وقضوات البشمرجة تكثف من قصفيها على مواقع تنظيم بالمدينة أهلا بكم من جديد في إطار تعزيز العلاقات المصرية الصينية افتتح رئيس جماعة حلوان ياسر سقر والوزير التجاري الصيني المفوض هان بينج والمدير الأسبق لمكتب الجماعة العربية في بكين السفير عبدالوهاب الساكت افتتحوا جميعا الموسم الثقافي الصيني المصري بندوة ثقافية في جماعة حلوان وقد استعرض ممثل الدولتين مستقبل العلاقات الاقتصادية والثقافية بين مصر والصين وتبادل الثقافات من خلال دورات التعليم للغات الصينية والعربية لطلاب الجماعات من الدولتين تحت شعار رؤية مستقبلية للعلاقات التجارية المصرية الصينية افتتح مركز البحوث والدراسات الصينية المصرية بجامعة حلوان وبالتعاون مع المكتب التجاري الاقتصادي لسفارة جمهورية الصيني الشعبية بالقاهرة الموسم الثقافي الصيني المصرية بندوة بمقاري كلية التجارة وإدارة الأعمال الندوة تقام على هوا مش اللقاء الرابع الثقافي المصري الصيني اللي هو يمثله جامعة حلوان ومنظامه المركز الصيني في جامعة حلوان اللي هو الوحيد من نوعه في مصر وفي الشرق الأوسط ونظم قبل كده مؤتمرين دوليين وإن شاء الله يكون فيه مزيد من اللقاءات والتعاون مع الجانب الصيني سواء في مستوى الجامعة الصينية أو السفارة الصينية في مصر نمتلك من الإمكانات البشرية والإنتليكشول اللي هي الخبرات الفكرية اللي موجودة بما تسمحنا أن نحن نكون مركز السشارات ليهم بيت خبرة تقديم السشارات في ما يزبوا ليهم سواء الجانب المصري أو الجانب الصيني في حجم هذه الأساس مرات أعرضت الندوة مراحل تطور العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين ونسبة العجز في الميزان التجاري في الاقتصاد المصرية ومشكلة جودة المنتجات المستوردة من الصين وحركة الاستثمار الصيني داخل مصر والدور الذي يمكن أن يلعبه المركز الصيني بما يدعم الاقتصاد المصري في علاقته بالصين لسيما مع توجه السياسة في مصر إلى الاهتمام بملف الصين وإنشاء وحدة للصين بمجلس الوزراء المصرية التعاون الاقتصادي مع مصر تطور كثيرا في الفترة الأخيرة ولدينا استثمارات مشتركة بحوالي عشرة ملايين دولار وتوقع زيادة مجالات التعاون في الفترة القادمة خاصة مع زيادة الاستقرار الذي تشهده مصر حاليا بلغت الصادرات المصرية العام الماضي إلى الصين حوالي 1.9 مليار دولار منها نحو 1.4 مليار دولار منتجات بترولية وتولي الحكومة اهتماما خاصا بالاستثمارات الصينية وتسعى لتذليل كافة العقبات التي تواجهها المستثمرين الصينيين بالسوق المحلية شذابك دي أنيلا نظم معهد الإذاعة والتلفزيون مؤتمر تحت رعاية اتحاد الإذاعة والتلفزيون وبالتنسيق والتعاون مع مؤسسة فريدريش المؤتمر تحت عنوان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تجارب عالمية ورؤى مصرية شهد المؤتمر حضور نغبة من الشخصيات العامة وخبراء الإعلام والأكاديميين الذين نقشوا في عدد من الجلسات مجالس تنظيم الإعلام واختصاصاتها وموارد تمويلها والتشريعات المنظمة له الحوار المنظم والفعال الذي يشارك فيه كل المهمومين وكل العاملين بالإعلام المسموع والمرئي في حاضره الراهن ومستقبله المأمول هو القادر على دفع التفكير الجمعي إلى الأمام والاستفادة من التجارب الأخرى بصورة منهجية وعملية من أجل ذلك نظم معهد الإزاعة والتلفزيون مؤتمرا بتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان بوعنوان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تجارب عالمية رؤى مصرية مصر تعد مصدرا هاما وجاذبا لعدد كبير من المعاهد والمنظمات في مجال الإعلام ونحن من جانبنا نقدم يد العون والتسهيلات من أجل التعاون والعمل المشترك هو نوع من التواصل مع كل ألوان الطيف في المشهد الإعلامي والصحفي وحتى الإعلام الإلكتروني من أجل وضع تصورات واضحة جدا لمستقبل مصر دون تحيز للإعلامية ناقش الحضور عددا من المحاور الهامة منها أهداف واختصاصات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعملية التمويل للمؤسسات الإعلامية إضافة إلى البنية التشريعية والقوانين كما طالب أخرون بضرورة الاستفادة من تجارب دول أخرى لديها هيئات ضابطة للأداء الإعلامي هذا المؤتمر بيبحث كيفية إنشاء الهيئة الضابطة الكبيرة التي ستقوم بالإشراف على صناعة الألم في مصر بشقائها سواء كان المطبوع أو كان المسموع المريء وأيضا وسائل الإعلام الإلكترونية كيف نشكل هذه الهيئة كيف نضمن استقلاليات هذا المؤتمر يطرح مبادرة حول المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من أجل التوصل إلى أفقار مشتركة ورؤية توافقية لمشروع يطرح على الإعلاميين هناك بعض المعايير التي استقرت والتي يجب أن تتوافر حتى نستطيع عن حق أن نتحدث عن مجلس يتمتع باستقلالية ويخدم هذا القطع السماوات مفتوحة والفضاء رحب أمام إعلام حر وتبقى عملية التنظيم هي التحدي الذي يواجه القائمون على الإعلام بعد أن قام المصريون بثورتين من أعظم ثورات التاريخ الإنساني أكان وما يزال قضية تطوير وأعادة هيكلة الإعلام المصري قضية أساسية في كل الحوارات العامة حيث يطمح الكثيرون إلى منظومة إعلامية متطورة ومحايدة وزات أسس أخلاقية ومهنية عالية الأمر الذي يعكس أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام في بناء مصر جديدة من مقر نعقاد المؤتمر نشوى صالح النيل فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في ثماني ولايات أمريكية لانتخابات تجديد نصفي للكونجرس الأمريكي فتحت مراكز الاقتراع في ولايات من هامين ونيوجيرسي ونيارك وفرجينيا وإنديانا وكانتاكي ويلي فتحوها مراكز الاقتراع في بقية أنحاء البلاد وفقا لفرق التوقيت وسيتم في هذه الانتخابات تجديد كل مقاعد مجلس النواب وستة وثلاثين مقعدا من أصل مئة في مجالس الشيوخ وستة وثلاثين من حكام ألولات ترجح استطلاعات الرأي أن يتقدم الجمهوريون لتعزيز موقعهم في مجلس النواب وينتزعوا الأغلبية في مجلس الشيوخ من الديمقراطية ست سنوات مرت على انتخاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما وإدارته ست أعوام من الانتصارات والإخفاقات والتحديات التي تتلخص نتائجها في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المؤشرات والدلائل ترجح كافة تراجع حزب أوباما الديمقراطي وهيمنة الجمهوريين على مقاعد الكونجرس أغلب استطلاعات الرأي التي أجريت مؤخرا تؤكد عدم رضا المواطن الأمريكي عن الكونجرس الحالي وأدائه في إشارة واضحة لحالة اليأس التي تنتاب الأمريكيين إزاء إحساسهم بعدم الإنجاز هذه العوامل قد تؤدي في النهاية إلى سيطرة المزاج المناهض والعدائي للأعضاء الحاليين في الكونجرس ويخشى الديمقراطيون أمرا يشبه التصويت العقابي لحزب الرئيس بترجيح كافة الجمهوريين حيث أدى فشل إدارته في معالجة عدة ملفات في الداخل الأمريكي إلى تدهور شعبيته إلى حد غير مسبوق ويستغل الجمهوريون إخفاقات إدارة أوباما وحالة عدم الرضا في المجتمع الأمريكي في الترويج لأنفسهم وإبراز هذه الإخفاقات كمادة معادية ضد أوباما وحزبه الديمقراطي وفي مقدمتها قانون الرعاية الصحية المعروف بقانون أوباما كير والذي يعتبر في نظر الجمهوريين رمزا للمبالغة في الإنفاق ويطالبون دوما بإلغائه نظرا لما يكبده لموازنة الدولة ثمت قضايا مركزية تتصل بالسياسات الخارجية الأمريكية وفي مقدمتها التصدي لتنظيم داعش وانتشار فيروس إيبولا والتدخل الروسي في أوكرانيا ووقف إطلاق النار في غزة وغيرها من القضايا التي يستغلها مرشح الحزب الجمهوري ضد الحزب الديمقراطي كل هذه الأمور تجعل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي هذا العام تأخذ شكلا مغايرا عن سابقتها التي جاءت فيها القضايا الاقتصادية على رأس أولويات الأمريكيين في استطلاعات الرأي التي أجريت قبل أربع سنوات كما كشفت استطلاعات رأي الأخيرة عن رغبة الناخب الأمريكي في اتخاذ موقف أكثر حزما تجاه القضايا السياسية الخارجية وأهمها مواجهة تنظيم داعش حيث عاد ملف الحرب على الإرهاب ليفرض نفسه من جديد على جدول أولويات الكثير من المتنافسين في الانتخابات لدى الحزبين أعلن مسؤول الليبي أغلاق السلطات الليبية المرفأة التجارية في منغازي بسبب الاشتباكات الدائرة هناك بين الجيش الليبي ومليشيات مسلحة في محاولة من الجيش لاستعادة السيطرة عليه بينما أحكم سيطرته على طواحي بني غازي من جانبي قال رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثيني إن ليبيا تمر الآن بمرحلة مفصلية وإن هناك أطرافا يحاولون الاستلاء على السلطة في البلاد مؤكدا رفض الحكومة القاطع للجوء العنف والكتال للوصول للسلطة تأزامنا ارتفعت بالقتل منذ بدء الاشتباكات المسلحة بمدينة كاكلة غرب العاصمة رابلس بين قوات الجيش الليبي وفجر ليبيا إلى 142 قطيلا و518 جريحا والآن مع وصفتنا الرياضية نتواصل فيها مع حضرتكم مع زميل محمد عبدالحكم إليك عبدالحكم